بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته موضوعنا اليوم هو حول الأرفان ما هو الأرفان؟ من هم العرفاء؟ هل هم صفيوا الشيعة؟ أم تجالون يدعون الملغيب؟ الشيخ محمد تقي بهجة نموذجا من الواضح أن أمتنا الإسلامية تعاني من التخلف على أكثر من صعيد فهي تعاني الفرقة الطائفية والاستبداد والظلم والجهل والخرافة والابتعاد عن القرآن الكريم والعقل والعلم وهو ما يدعونا إلى القيام بثورة ثقافية وفكرية وعلمية وروحية وأخلاقية تعيد توحيد المسلمين وتحريرهم وتضعهم على سكة التقدم العلمي والحضاري وبالطبع يفترض أن تقوم الحوزات العلمية والمعاهد الدينية بهذه الثورة الحضارية الشاملة ولا شك بوجود محاولات جادة من كثير من العلماء والمحققين والمفكرين للقيام بذلك وإن لم تكن محاولاتهم في المستوى المطلوب من حيث الإنتاج والتأثير بذليل حجم الكوارث والآلام والمشاكل التي تعاني منها أمتنا الإسلامية في مختلف الأصعدة وفي الوقت الذي نحتاج لتعزيز تلك الحركة العلمية والعقلية والقرآنية فإننا نشاهد في بعض زوايا الحوزات العلمية وخاصة في إيران رجالا يسمون بالعرفاء ويدعون العرفان أو ويدعون أو يدعى لهم معالجة المشاكل الفكرية والثقافية والاجتماعية والسياسية وحتى الصحية والشخصية بطرق بعيدة عن العقل والعلم والمناهج القرآنية الألمية أي بطرق غيبية هي أقرب إلى الدجل والخزعبلات ويذهب البعض منهم إلى الدعاء المعاجز وعلم الغيب وقراءة ما في النفوس مما لم يدعه النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا أئمة أهل البيت عليهم السلام ومع ذلك يزعم هؤلاء العرفاء بأنهم يسيرون على نهج النبي وأهل البيت تماما كما يفعل الصفية من أهل السنة أو بعض الصفية علاقة وقد رفضت مدرسة النجف الأشرف هذه الطريقة الأرفانية وحاربتها بشدة ولكنها تنتشر في مدرسة قم ولها رجال مشهورون يؤيدونها بقوة وفي الحقيقة كان يتناهى إلى مسامعي كثيرا حديث الأرفاء والأرفان ولكني لم أقرأ حتى وقت قريب جدا أي كتاب عنهم ولم أستمع إليهم ولم ألتقي واحد منهم رغم أني عشت بإيران حوالي عشر سنوات وقد استمعت قبل فترة إلى مدرسة